موسيقى قام وزير الأشغال العمومية عبدالقادر قاذي بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة قدم إليها برا من قسنطينة بعد أن اشتاز الطريق الالتفافي لنفق جبل الوحش والذي عطل ولسنوات عديدة عملية الانتهاء من إنجاز الشق المتبقي من الطريق السياري شرق غرب وصولا إلى مدينة عنابة الوزير أراد بهذه الخارجة أن يوجه رسالة مفادها أن معضلة نفق جبل الوحش والخلاف مع المتعامل الياباني آئلة قريبا للحل وأن المسألة حسبه لا تتعدى شهورا قليلا المهم من المواطن الطريق السياري راحي لحق العنابة في أقرب وقت أرانا في الطريق الاجتنابي نتعى جبل الوحش إن شاء الله ننهيو المشروع هذا نتعى الاجتنابي الطريق الاجتنابي هذا في أقرب وقت كنت قلت أخرجوان إن شاء الله ولكن كما سرلنا هنا في المطار كان سرلنا في جبل الوحش عمر جبل الوحش مطع فيه تلج مرتين في السنة تعرفوا المشاكل اللي كانت متروحة ولكن راح نحاول بكل إمكانيات لعنا بربي وقدرة الإله باش نحله في أخرجوان والبارحة أنا جيت مع الطريق هذا ما هو مشكلة وإن كان وزير الأشغال العمومية وفي إجاباته على أسئلة نوميديا نيوز قد أظهر نوعا من الثقة بالنفس بتجاوز هذه المعضلة فقد كان حريصا أيضا للقول أن مصالح الدولة تتوفر على جملة من الحلول لإنهاء القضية لصالحها وفقت مجمع هذا أنا معاه في نقاش وإن شاء الله نلقى حلول نهائية في أقرب وقت مازل مستمر ولكن راح يمشي بعقله ولكن رانا في نقاش معهم ومع السفير انتحهم وإن شاء الله نلقى حلول في أقرب وقت راح نزيد ويتلقى مع الشركة التي تسير الطريق ونشوف واش يخرج منها وكان وزير الأشغال العمومية قد استهل زيارة العمل والتفقد لعدد من ولايات الشرق الجزائري بداية من عنابة ومرورا بسوغهراس وصولا إلى ولاية تبسة قد عاين جملة من المشاريع التابعة لقطاعه بداية من الطريق الجديد جوانو المؤدي إلى مدخل مدينة عنابة وكذا معاينة مشروع أرضية مطار عنابة الدولي الجديد والذي التزم الوزير بتدشينه يوم الرابع جوليا القادم تزامنا مع ذكر عيدي الاستقلال والشباب أدامنا مولنا نحن نبرمجوا ونقولوا إن شاء الله ولكن نسعى وإن شاء الله في 5 جوليا نستقبلوا هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر